بسم الله الرحمن الرحيم النهار انا هعمل زي ريفيو سريع كده لابتر مستخدم في التصوير من اللاستلامب انا معي ابس بتاعت سلتلامب الايبس دي من الهاي اللي هيا اللي بتكلم عليها الاستاندارد عشرة اكس ابس بتاعت الهجش ترايت موديل الايبس دي بالزات بتاعت جهاز اسباني بيقلت الهاجشترايت موبيل اسمه اللي سيت لام بنوعه اسمه بوبس اسباني وهو تقريبا نفس المقاسات بتاعة الاي بيس بتاعة الهاجشترايت بعض الموديلات التانية اللي بتقلد نفس الموديل من شركات تانية بتختلف شوية في القطر بتاع الحرف بتاع الاي بيس ده والجزء الداخلي ده لكن اللي جوه ده ثابت لكن عموما احنا لما بنسبت ادابتر بنسبته على الجزء اللي برا ده فده اللي بالنسبة لي لما بعمل آآ سري دي برينت آآ حاجة زي دول كده دول التلاتة سري دي برينت آآ ده جزء من ادابتر وآآ دول بيوجو جاهزين فالحاجات اللي هي بتتعامل آآ بالمقاسات دي دايما بتناسب نوع واحد بس من آآ من السليت لامب او نوع واحد بس من الاي بيس انا لو بصور من غير آآ آآ دابتر خالص من غير سليت لامب ادابتر آآ بحاول ان انا ازبط الكاميرا الكاميرا اقصاد وبسيب بينهم مسافة زي كده تقريبا المسافة بتبقى في حدود واحد سنطي علشان خاطر الصورة تزبط آآ باختصار كده لو انا فاتح تطبيق الكاميرا وحطيت الاي بيس كده الاي بيس قدام الكاميرا وانا سايب بينهم مسافة بسيطة خالص طالما انا عندي الرنج دي شهر بكده يبقى انا كده لو صورت لو لقيت صورة هلقوا صورة كويسة وعلى الاستلامب هلقوا الصورة اللي موجودة قدامي آآ لو انا بفحص عيان او غيره آآ آآ هبدأ بالالايدابترز اللي هي ال эфф زي ده الجزء هنعتبره جزءين جزء بيتزبط على قد وجزء بيتزبط على قد الموبايل الجزء اللي بتزبط على قد الموبايل هنا بيتزبط بسوستة يعني اي ان كان الموبايل هون جاي حطوا هنا كده هيزوق السوستة. اه خلاص يئفل على التليفون يبقى بقى عندي ان انا اظبط دي قدام الكاميرا بفك المستمر ده وبجيب دي قدام الكاميرا. الجزء الاخير ان انا بعمل وبربط التلات مسامير عليها. بحيس ايه? ابقى سبت كل الاجزاء. وخلص لو دي في مكانها في لسة لامب او لو انا خلعتها كده وركبتها. وبعدين آآ رجعت ركبتها على لسة لامب. مش هيبقى في مشاكل. انا دايما لما بزبط آآ ادابتر زي ده. بخلي المصمار ده اخر حاجة بزبطها. لان بعد ما بفتح تطبيق الكاميرا ممكن الاقي الاي بيس اتحركت حاجة بسيطة. هي هنا جات مزبطة. لكن عموما لو في حاجة متبقية في زبطتها انا بفك دي. وبعدين بحركها كده لحد. ما بجيب برضو نفس الدايرة اللي هي الرنج اللي هي الشارب دياتي. طالما كده يبقى انا لو هتدع على على هصورة كويسة. آآ هنشوف آآ نوع تاني. برضو اللي هو آآ يعتبر او بيتغير على شكل آآ كل حاجة لها ميزة ولها عيب. ده ازا كان في عيب فممكن يكون ان المسامير دي شارب شوية هي يعني انا ما بتغطش جامد قوي. بس هي شارب شوية فلازم اكون واخد بالي علشان ما جرحش. عندي آآ نوع تاني ادابتر زي ده. آآ تزبيطه على التليفون بيبقى عن طريق المصمار ده. المصمار ده بيفتح ويقفل الجزء ده. بفتحه لحد ما لايه ان انا يعني وصلت لحاجم مناسب تقريبا للتليفون. لسه هفتح شوية. دايما الحاجة اليونيفيرسال اللي فيها كل حاجة بتتزبط. فيها ميزة ان هي تنفع اكتر من جهاز تنفع اكتر من موبايل وتنفع اكتر من اسلة لامب لكن فيها عيب ان انت بتزبط كل حاجة كل مرة. آآ بازبط دي برضو كده قدام الكاميرا بتاعتي. وبربط المصمار ده وببقى عامل حسابي ان انا برضو ممكن ارجع على المصمار ده في الاخر. ده بيغير مقاس عن طريق اللفت دي كده او دي كده. بيخلي التلات رياش دول يفتحوا ويقفلوا. لحد ما بيبقوا مصبوطين على قد. كده برضو زبطها على قد. هفتح تطبيق الكاميرا. ويتبقى عندي المصمار الاخير اللي بنزبط في الاخر كل مرة. زبطت كده خلاص ربطت المصمار. ولو دي على الستلام بيبقى انا كده وصلت لصورة كويسة. آآ التصميم ده بالزاد رغم انه سهل شوية في الاستخدام شكله ظريف. لكن الجزء اللي هو اللي بيمسك على الاي بيس ده مش مناسب لاي اي بيس. لو اي بيس زي دي لها حرف زي ده. وخصوصا لو عليها كويتش ده بيثبت عليها كويس. لكن لو فرضني ان في اي بيس زي اجهزة الصيني مسلا زي او جهاز حرس اللي هو او غيره. لو في مسلا آآ شفة او حرف خد جزء من دي بقى انا الجزء اللي انا هسبت به جزء صغير جدا. الجزء اللي متبقي. يعني لو فيه شفة او كلام من ده هيبقى الجزء اللي ده سبت به على جزء صغير تلاتة ميلي مسلا ولا حاجة. بيحصل دايما ان هو بيقوم جاي بيميل كده بالتليفون وممكن يقع.